الحبس الكلامية او يتعرض لمشكلة تأدي الى نقص التروية العصبية على المناطق المسؤولة عن اللغة التعبيرية واللغة الإدراكية بهاي الحالة الشخص رح يفقد سواء اللغة التعبيرية او اللغة الاستقبالية او التناء اتنيناتهم باي عمر يعني بتصير مثلا الحبس الكلامية بعمر معين يعني اذا الشخص اتعرض لضربة قوية هي يمكن بمنطقة الدماغ باي عمر ممكن يصيبه الحبس الكلامية ولا هي مثلا للكبار بالعمر اعمار معينة هلا احنا نشوف يعني دايما الحبس الكلامية او اتراب الافيزية بنطلقه على الاترابات ذات المنشأ العصبي اللي بيكون الشخص اردي يكون لغة يعني هلا الاطفال بيكون عندهم تأخر لغة هذا اشي تاني بيكون اتراب لغة بس هو مع كون لغة بس الاشخاص بتكون اردي كون لغة اللغة التعبيرية عنده اكتملات اللغة الإدراكية عنده اكتملات بعدين تعرض لضربة على القشرة الدماغية على المناطق المسؤولة على اللغة طب عند الاطفال يعني قديش امتى اللغة بتكتمل باي عمر هلا بالعادة الاطفال تكتمل لغة عندهم بعمر 8 سنين تقريبا 8 سنين 8 سنين 12 سنين اللغة العربية بس انه اذا تكون لغة بعدين اضطر مثلا صار عنده لا سمح الله مثلا حادث سير او جلطة دماغية وهي حالات اكيد نادرة بس انه بهاي الحالة انه الشخص بصير تتعامل معه كأنه مريض حبسة دماغية مش مريض تأخر لغة نعم اذا نحكي عن اهم اسباب الحبسة الكلامية شو هي اهم اسبابها اهم الاسباب واكتر الاسباب شو يعني هي جلطة دماغية وجود جلطة دماغية بتأثر نقص التروية العصبية على مناطق اللغة بشكل عام رح تأثر او خلينا نحكي على الشق الايمن او النصف الايمن من الدماغ لانهم نحكي كل الشق الايسر لان كل الناس اللي معظم الناس تكتب بيدها اليمين هلا تكتب بيدهم اليمين بيكونوا هدول الناس الدومينانسي او السيطرة بتكون من الشق الايسر تبع الدماغ فاي تعرض واللغة طبعا على الشق الايسر فاي تعرض لضربة على مناطق اللغة اللي هم من مناطق بنسميها البروكا لللغة التعبيرية والفرنيكا لللغة الاستقبالية وجود اي ضربة على هذه المناطق او مناطق محيطة فيها رح تأثر رح تأثر لنقص التروية بالضبط هلا تأدي الى تلف القشر الدماغية من الاسباب الثانية غير التروما او الضربة انه يوقع من مكان عالي حادث سير انه اي شيء بيعمله ضربة على هذه المناطق برضو بيأثر لمشكلة الحبس الدماغية او وجود برضو الاورام الاورام الخبيثة او حتى الحميدة اللي بتأثر لانه استقصالها ضياع جزء من هذه القشر الدماغية برضو رح تأدي للحبس الدماغية وفي منها سايكولوجيكا لعفكرة بيكون اثراب نفسي بالزبط كيف ممكن يكون سايكولوجيكا للاحد مثلا ممكن يتعرض لضغط لا بتكون الحالات الصعبة جدا 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 يعني انا ما اصدفت صراحة اها طيب اذا ما نحكي عن اعراضها او مظاهر الاصابة بالحبس الكلامية يعني كيف نعرف انه هذا الشخص مصاب بحبس الكلامية هلا الشخص مثلا شخص كبير بالعمر عمره 70 سنة تعرض لجلطة دماغية بعد هاي الجلطة بعد ما بلش يتعافى طبعا اول فترة رح يكون متعب مجهد لانه تعرض للألام والتعب كل هذا الشي بعد بفترة مثلا ما جسمه يعني يرتاح وخلاص احنا نصير نتعامل معاك انه انسان مثلا بعد اسبوع من الزلطة بيكون فقد الكلام ممكن غير انه فقد الكلام او التعبير ممكن انه يكون يحكي بطريقة عشوائية او ممكن انه يكون مش فاهم اللغة اللي احنا بنحكي معاه فيها او برضو من الاشياء التانية في كتير منهم بترافق وجود الحبس الكلامية مع وجود شلل بالنصف بالنصف الايمن من الجسم طيب في بعض الاشخاص لما ينصابوا مثلا بجلطات دماغية او بنوبات قلبية بيصير بصير احيانا يطلع منهم كلام هما مشوعين للكلام اللي هم عم بيحكوه هذا ايضا الى دخل بالحبس الكلامية ولا لا هلا بالعادة الاشخاص اللي بيصير عندهم ضربة او بتصير عندهم التلف بيصير في المنطقة بتسمي المسؤولة عن اللغة اللغة الصورية الاستقبالية اللي بنسميها نحن فيرنك اي بالقش الدماغية هادول اشخاص بيكون كلامهم جدا عشوائي بيكون غير قادرين اصلا غير قادرين على استيعاب الكلام اللي بنحكي معهم بيحكوا كلام كتير حكي كتير ما بتفهمين منه الشي في الحالات طبعا طبعا تتراوح في ناس بتكون اخف من ناس في ناس بتكون شدتها اكتر من ناس تاني يعني في ناس بتحسي انه بشكل عام كل الجملة الحكاها مش مفيدة نحن نسميها هاي حبسة كلامية بس طليقة انه بيكون مش فهم الكلام بس احكي معاه بيحكي كل اشي بس هو ما فيش جملة مفيدة مش عم تفهمي عليه هو ايش اللي ايش اللي بدو بالعادي كمان المشاكل باللغة بالحبسة الكلامية بتكون مترافقة برضو مشاكل بالقراءة أو بالكتابة يعني هلأ نحن مشاكل القراءة والكتابة هي عبارة عن مهارات لغوية الشخص المصاب بالحبسة الكلامية بيصير عنده بالزبط الأخطاء اللغوية اللي بصدرها باللغة التعبيرية أو باللغة الإدراكية تبعته بنفس الشي بتكون موجودة بالقراءة أو بالكتابة يعني مثلا لو عندهم أو الحبس الكلامية التعبيرية بيكونوا هدول الناس مثلا جملهم أقصر بالكتابة حتى بالكتابة حتى هدول مثلا إذا بلاحظ أنه جملتهم قواعديا بتكون أقل هلأ أو بصير يسقط كل الجمل الكلمات بيعتبرها غير المفيدة يعني زي الأحرف الجر وأحرف الأحرف هاي التانية غير الكلمات الأساسية بالجملة مثلا هاي بتكون وجودة بالكتابة هلأ نحن لما نقيم هذا الشخص اللي عنده حبسة كلامية بنلاحظ نقيم القراءة والكتابة تبعته بنقيم طبعا أكيد كلامه بنلاحظ أنه فيه أخطاء بتكون موجودة بالطرفين نفسها نعم يعني هو الكلام اللي بصدر منه أيضا من خلال الكتابة بيكون نفس الإشار بيكون عنده أخطاء نعم فيه نسبة كبيرة من الأشخاص مصابين بالحبسة الكلامية أزلنا نحكي يعني على المجتمع الأردني هلأ بالعادة أكيد فيه ناس بس كنسبة أكيد مش حاسبين لأنه الكبار بالعمري كتير بيتعرضوا لجلطة دماغية بس كتير يعني منذكر أنه ناس تعرضوا لجلطة دماغية وحكوا أنه مثلا هذا بطل غير قادر على التعبير اللغوي أو بطل يحكي فهذا الإشي كامون يعني بيصير بس الوعي مش كتير موجود عند الأهالي أنه هذا حتى العمو الكبير أو هذا الرجل الكبير بعد الجلطة الجلطة أنه ممكن خصاء نطق اللغة يساعدوا بالتعبير أو إلى حد ما يخلي تعبيره أفضل أو ممكن في حالات شديدة جدا هي مثلا ممكن تكون نحن نسميها الجلوبال أفيزيا أو الأفيزيا الشامل الحبس الكلامي الشامل اللي بتأثر على اللغة التعبيرية واللغة الإدراكية بهذه الحالة ممكن نضطر أنه نشتغل على مناحي تاني عشان نعود له التعبير التواصل خليه نحكي يعني بهذه الحالة إحنا الهدف أنه شخص يتواصل بطريقة أفضل أو ننقله مثلا من فيز لفيز تاني أنه نخليه ممكن يفهم أكتر باللغة حتى هو يعني بدل ما يكون أنه مش لا غير قادر على التعبير اللفظي ولا غير قادر على إدراك التعبير اللفظي أنه على الأقل قادر على أنه يستوعب هاي لغة اللي بتنحكي معه نعم هلأ ممكن حسب الجلطة الدماغية يكون فيه للحبس الكلامية مراحل يعني فيه مرحلة مثلا بتكون كتير متطورة بمجال أنه الشخص مش قادر أبدا يقبر عن الجمل اللي هو بده إياها أو الرسالة اللي هو حابي يوصلها من خلال جلوسه مع الأشخاص فحكي لنا إيش مراحلهم يا غيري هلأ هي مش مراحل معينة بس العادة الشخص بعد ما يتعرض للضربة أو الجلطة الدماغية أو التيومور بعد ما يصير استقصال لهذا الورم مثلا أي شيء بيؤدي لهذا التلف في القشرة الدماغية اللي بيصير أنه ممكن يكون عنده إشيء اسمه غلوب الأفازي حكينا أو أنه يكون عنده غير قادر على التعبير تماما بعد شوي يصير يتحسن شوي شوي هو فأول فترة دايما بتكون أصعب شوي شوي بيصير الشخص يسترجع الكلمات لأنه البيئة اللي بنحاط فيها كتير بتأثر هلأ لما أنا يجيني شخص وكبير بالعمر وصار عنده جلطة وبعد هاي الجلطة مثلا أنه حطينا في البيت وضل الكل يحكي معه ويعززه ويساعده هذا الشيء بيخليه يسترجع جزء من الكلام اللي هو فقده يعني يعني الأسرق لها دور كبير طبعا تتعامل مع المصاب بأترافه واحتواء المشكلة أكيد طبعا طب إذا نحكي هلأ عن أخصائيين نطق اللغة إمتى لازم الشخص يلجأ لأخصائيين نطق اللغة وكيف تتعاملوا معهم؟ هلأ أخصائي يعني بالعادي أخصائي نطق اللغة تدخلوا أكيد مش هيكون بأول مرحلة بعد الضربة أو بعد الاستقصال وبعد ما صار المؤثر اللي أدى للتلف هلأ بيكون دور أول فترة محدود بيكون دور الطبيب لأنه الطبيب بيكون كتير مسؤول على أنه الشخص هلأ صحته أفضل مسؤول على أنه يصير بشكل عام السبب أو المسببات اللي عملت له هذا المسبب أنه يصير يزول مثلا فبعد شوي بيصير صحته أحسن هو واعي أكتر بتدخل أخصائي نطق اللغة بس كل ما كان تدخله أسرع بيكون أفضل لأنه أول فترة أول ستة شهور من بعد الضربة أو من بعد التلف هذا اللي حدث عنده بالقشر الدماغية بيكون العلاج فعال أكتر بيكون أحسن بس طبعا زي ما أنت قلتين مش أول الإصابة بالجلطة الدماغية يكون فيه علاج سريع نستنى شوي عبين ما يصير الشخص صحته أفضل لأنه أول فترة بيكون لسه فيه أبعاد التعاب والألم هاي الأشياء بيكون مسؤول عنها الطبيب بعد شوي مثلا أسبوع اثنين ثلاثة بيكون صحته بشكل عام أفضل المسببات اللي عملت له الجلطة الدماغية مثلا زالت كل هاي الأشياء فبيصفي وجود أخصائي نطق اللغة يساعد الأهل كيف يتعاملوا معه كيف يحتوي المشكلة وبرضو يخضع على برنامجه وتدريب نطق اللغة نعم بتحسي أنه بالأردن فيه اهتمام بالأشخاص المصابين بالحبس الكلامية يعني مثلا الأهل لما يصير فيه عندهم حالة من أي حدا من أفراد الأسرة أصيب مثلا بجلطة دماغية معينة وتعرض للحبس الكلامية بتحسي أنه فيه إقبال كتير على أخصائي نطق اللغة بعلاج موضوع الحبس الكلامية إذا فيه وعي بيكون فيه على الأقل فيه استشارة إذا فيه وعي يعني كتير ناس بيكون مثلا هلأ مثلا من كتير حالات حكتلك بيكون مترافق مع وجود شلال بالنصف الأيمن من جسمه فبهاي الحالي ممكن أخصائي العلاج الطبيعي يحكي لهم أنه مثلا مشكلة الكلام عنده بوجود فيه زميل له أخصائي نطق اللغة ممكن يساعد أو ممكن يكون طبيب الأعصاب برضو وحكا لهم عن المشكلة وحكا لهم أن وجود برضو تدخل من أخصائي نطق اللغة هذا برضو بساعد بس بالعادة يشوف دي أحكي لك هلأ مثلا يعني من ملاحظتي بحس الأشخاص مثلا أي عائلة عندها طفل عنده تأخر لغة بيكونوا مهتمين كتير أكتر من رجل كبير فقد اللغة أو حدا كبير فقد اللغة طيب إذا نحكي عن تعامل الأهل هلأ إذا نحكي على موضوع أنه هو مش طفل عم نقول يعني وصل عمر 8 سنين نكتمل عنده الكلام بشكل واضح جمله كتير واضحة وأصيب بحبسة الكلامية فكيف ننصح الأهل أنهم يتعاملوا مع أطفالهم بهذا الموضوع هلأ الأهل بهاي الحالة رح يتدخلوا بشكل عام لأنه طفل ممكن يكون مثلا تعرض لحادث سير بعدها فقد الكلام أو صار عنده ضربة على مناطق اللغة بالدماغ الأهل بهاي الحالة والطفل رح يكون عنده كتير مشاكل تاني يعني لأنه بتحكي قشرة الدماغ مسؤولة عن الحركة مسؤولة عن نعم طيب موضوع الحبسة الكلامية أو مشكلة أو اضطراب الحبسة الكلامية بشكل عام صفاء صعب علاجه يعني من الاضطرابات الصعبة أنه يتعاملوا معها إخصائية نطق واللغة ولا إذا ضل في متابعة من قبل المريض مع أخصائية نطق واللغة بيكون الموضوع سهل هلأ شوفي وجود تلف بالقشة الدماغية أو وجود تلف بالمراكز العصبية دائما بيحين أن المشكلة صعبة مثلا أسهل من شخص تاني مثلا عنده مشكلة بس حركية أو كذا فبهاي الحالة مثلا دور أخصائي نطق يعني بيكون سنترة للمشكلة بتكون مشكلة بالمراكز الأساسية بهاي الحالة برضو صعوبة العلاج والتدخل بيعتمد على كتير أشياء من الأشياء حجم التلف مثلا من الأشياء الأبعاد التانية اللي عنده تأثرت فيها يعني مثلا يجيني مريض عنده جلوبال أفيزي أو أفيزي كشام اللي أثرت على مراكز الاستقبال للغة ومراكز الكلام أو التعبير اللغوي بهاي الحالة كتير أصعب مثلا من شخص تاني عنده بس فقد اللغة على التعبير لأنه هذا التعامل معه وفيه مثلا أشخاص بفقده بس مثلا بس أن القدرة على أنه يسموا الأشياء هو يعني تسأليه شو مثلا هاي أنه بدل ما يحكي كرسي يحكي لك كتير أشياء يحكي لك كتير صفات لها بس أنه يسميها بيكون عنده صعوبة طبعا هذا تعامل معه كتير أسهل من شخص يعني بيعتمد على حجم التلف حكينا وبيعتمد على متى صار التدخل يعني أنا مثلا يجيني مريض صار عنده الحفص الكلامي أو صار عنده الضربة مثلا من شهر كتير أسهل أو التعامل الاستجابي للعلاج كتير رح تكون أسرع من شخص صار له ثلاثة سنين غير قادر بيكون خلاص يتعود يمكن لا مش بس أول شغلة الأهل بيكون تكيف وشغلة تانية بيكون لو صار فيه أو صار فيه لحاله مرات الجسم هلأ التأهيل التأهيل بشكل عام شو؟ تأهيل النطق أو أي نوع من التأهيل التاني وعبارة عن فسليتيشن هو بيسرع عملية الاكتساب وعملية إنه الشخص رح يتطور رح يتطور فإنه لو إنه هذا الشخص بده يسترجع اللغة يعني بأول ستة شهور حكينا أو أول سنة كان يسترجع حجم كبير منها نعم طب هلأ صفاء غير إنه الجملة بتكون مش مفيدة أو الجملة مش كتير واضحة من قبل المصاب بالحبسة الكلامية بيكون فيه كمان تقطيع بالجمل بيكون فيه مثلا أحرف مش كتير واضحة من خلال يعني للمصاب بالحبسة الكلامية هلأ كتير من الأشياء البارزة باللغة عندهم هدول الأشخاص بيصير عندهم مثلا حكتلك بيكون عندهم مشاكل أو أخطاء دلالية إنه مثلا بدل ما يحكي لبدل ما يحكي إنه هذا ابني بيحكي هاي بنتي وفاهم إنه فاهم إنه هذا يعني ابنه أو بنته بس هو غير قادر على إنه يسأل إنه يعطي صفته لإله بشكل تماما بشكل صحيح مي بالمئة لأ مش تقطع هلا بيكون عندهم أخطاء أخطاء حكتلك فنولوجية بس أل مثلا ممكن يحكي لك بدل كرسي يحكي لك مثلا فرسي أخطاء كمان كتير غريبة يعني ممكن يحكي لك طاولة يحكي لها باولة مثلا بالزبط وبالذات بتكون كمان كتير مرتبطة بالكلمة اللي حكيها قبل يعني لو حكي مثلا باب بيارة ممكن يحكي إنه باب يعني هذا الإشي كتير وارد بيكون عندهم طيب بيكون فيه غياب مثلا للأحرف في أحرف ببطل يقدروا أنه ينطقوها أو تطلع منها لا هي مشكلة حكتلك لغوية هلأ هذيك مشكلة تانية تماما إذا بتكون مشكلة حكينا موتر بتكون أو مشكلة حركية بتكون اسمها بتكون ما بتأثر على المراكز العصبية أو مراكز بالقشرة الدماغية بتكون بتأثر على التوصيلات وعلى الأعصاب بشكل عام نعم طب الجلطات الدماغية عايش كمان ممكن تأثر غير الحبسة الكلامية يعني ايش في أعراض من خلال النطق واللغة بتأثر عليها الجلطات الدماغية هلأ الجلطات الدماغية حكتلك حسب وين التلف بيصير أو حسب وين الجلطة الدماغية بتأثر هون بيصير مشكلة هلأ مثلا كتير أشخاص بيصير عندهم مشاكل بالتروية العصبية للأعصاب الفيش اللي بتأثر على عضلات الوجهة فبهذه الحالة مثلا بيصير عندهم فيش البلسي فبتأثر على أصوات الشفوية فيه مثلا الممكن بتأثر على أعصاب اللي بتعمل التروية العصبية لللسان فبصير بهاي الحالة عندهم مشاكل بالأصوات الليسانية مثلا حسب المشكلة وين بتضبس بس هاي نحنا كانت مشكلة تانية اسمها ديس آرثريا نعم إذن هيك إن شاء الله بنحكي المرة الجاية أو المرات القادمة بنحكي عن المشاكل الأخرى اللي ممكن تسببها الجلطات الدماغية أنا بدي أتشكرك شكرا إليك إخصائية النطق و اللغة صفاء البستنجي أهلا وسهلا فيكي